اختلف أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن اعتبار الولايات المتحدة وحلفائها الأزمة الفنزولية تهديدا للسلم والأمن الدوليين لكن ما صدر من تهديدات أمريكية داخل الجلسة وخارجها بالتدخل العسكري في فنزولا ربما ينظر بخطر فعلي عليهما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم روسيا والصين الداعمتين للرئيس نيكولاس مادورو باستغلال فنزولا اقتصاديا وهدد فنزولا مباشرة إذا تعرضت دبلوماسي بلاده لأذن اليوم لدينا قائد جديد في فنزولا هو خوان غويدو الذي من المأمول أن يجري انتخابات دستورية من جديد في فنزولا تعيد الأمن إلى المنطقة لا يمكننا تأجيل هذا النقاش المهم الذي يستحوض على اهتمام العالم من أجل فنزولا والمنطقة يجب أن ندعم الشعب الفنزولي الآن روسيا ردت بالتنديد بالسياسة الأمريكية التي تطلق تهم تزوير الانتخابات جزافا وتهدد استقرار فنزولا فنزولا لا تمثل تهديدا للسلام والأمن بل الأفعال العدوانية والمخزية للولايات المتحدة وحلفائها التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب بشكل شرعي في فنزولا نحن نشهد رسميا خرقا لكل معايير القانون الدولي أما وزير خارجية فنزولا فقد ساق عشرات الأمثلة للتدخل العسكري الأمريكي ضد الشعوب وكشف المؤامرة لرفض نتائج الانتخابات قبل أشهر من إجرائها واشنطن هي المحرض الرئيسي على محاولة الانقلاب في فنزولا إن الولايات المتحدة يجب أن تخضع للتحقيق لعدم احترامها القوانين والأعراف الدولية ولتخطيطها للإطاحة بالكثيرين من رؤساء الدول فنزولا ليست وحيدة وسنواصل السيرة في ديمقراطيتنا ولن نسمح لأحدا أن يفرض علينا أي قرارات وأمهلت دول غرب أوروبا كاركاس ثمانية أيام لتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان قويدو أمر جعل مندوبا روسيا يسأل مظيره الفرنسي لماذا لم يسلم الرئيس ماكرون السلطة للمتظاهرين التدخل الخارجي في فنزولا يهدد باندلاع حرب أهلية داخلية قد تمتد نيرانها إلى الدول المجابرة وهذا ما تخشاه الكثير من الدول الإقليمية نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين